موسيقى الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين روسيا والصين توقعاً إعلاناً مشاركاً في قمة بين بوتين وبينجا ببكين إسبانيا تنهي لزمية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة بداية من الأسبوع القادم السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جنينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي جاءت إلى جانب الرئيس الصينية شيجين بينجا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وعدد من رؤساء الدول والحكومات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شيجين بينجا وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين بالمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شيجين بينج مع عدد كبير من زعناء العالم وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية ولدى وصول سيادته إلى العاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد وتشهد العلاقات المصرية الصينية وخاصة مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدات وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي تربط بين مصر أو تربط مصر بعلاقات وثيقة معها امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء مشاهدة هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال زيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 فمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعيدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت مصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين للمزيد من المتابعة والتحليل حول العلاقات المصرية الصينية ينضم لنا عبر الهاتف السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية سيد حسين تحياتي إليك أولا وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري أهلا بشعال سيد حسين من المشترك الثقافي والحضاري إلى الشراقة الاستراتيجية ما بين دولتين وحضارتين ثقافيتين كبيرتين ممتدتين إلى تاريخ من العلاقات المصرية الصينية إذن هي علاقات تشهد تطور ملحوظ منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم في مصر في رأيك ما هي أهمية زيارة الرئيس السيسي الحالية لبكين ومشاركته في حفل افتتاح دورة إلى العابة الإئلمبية الشتوية الرابعة والعشرين أولا كما أشارتم العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1950 هناك روابط كثيرة روابط مشتركة ثقافية فكرية تاريخية بين البلدين ومن هنا فإن الصين حارصت دائما على أن تكون مصر حاضرة في مناسباتها الكبيرة وكما أشرت في تقريركم تقريبا كل المناسبات الدولية الهامة التي استضفتها الصين دعية إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا تأتي هذه الدعوة للمشاركة في حفل افتتاح دورة العابة الإئلمبية الشتوية بالتأكيد المشاركة المصرية لها مغزى عميق في ظل ما تواجهه الصين من دعوات لمقاطعة دبلوماسية لهذه الدورة وبالتالي فإن هذا يعبر عن دعم مصر للصين وأيضا الموقف الداعي إلى الفصل بين الرياضة وبين الخلافات السياسية بين الدول بالتأكيد كضيف كبير استقبل الرئيس السيسي استقبالا كبيرا أيضا الزيارة لا تقتصر على المشاركة في حفل الاستطاع هناك لقاء ثنائي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشيجبين يتم فيه طرح مختلف القضايا بين البلدات يعني لو أخذنا جانب من هذه الزيارة أو من برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين واللي بتتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني في رأي حضرتك سيد حسين ما هي أهم الملفات التي من الممكن يعني تتصدر هذه القمة خاصة في ظل حرص القاهرة وبكين على تنسيق المواقف الحالية والقضايا الدولية والإقليمية هناك العديد من القضايا التي ستطرح في تقديري القضايا الاقتصادية أيضا التعاون الاقتصادي لشيء المرات الصينية التي تتنامى في مصر بسرعة خلال السنوات الأخيرة خلال السنوات الستة أو السبع الأخيرة هناك التعاون في مجالات مختلفة في مجال ناقل التكنولوجيا في مجال التصنيع في مجال التعاون الطبي هذا على المستوى الاقتصاد على المستوى السياسي على التنسيق بين البلدين في المواقف المتعلقة بالقضايا الدولية سواء في داخل الأمور المتحدة أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو القضايا المتعلقة بالنظام الاقتصادي والسياسي الدولي الذي تدعو مصر وكذلك الصين إلى أن يكون أكثر عدالة وتوازنا وإنصافا هناك القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وليبيا واليمن وحتى إيران وعلاقاتها وتوتراتها مع دول خليج وهذه كلها قضايا مطروحة التعاون أيضا في مجال التكنولوجيا أعتقد أن هذا باب مهم وأعتقد أن مصر حريص عليه باعتبار أن التكنولوجيا الصينية ربما تكون ملائمة للواقع المصري هناك التعاون في مجال الخبرة المشتركة في قضايا مثل مكافحة الفقر في التنمية الزراعية في تنمية الريف خاصة أن الصين حاليا تتبنى مشروعا يكاد يكون متطابقا مع مشروع النهضة الريفية في مصر وهو أيضا بنفس الاسم في الصين من خلال برامل ذات فترات زمنية محددة هذه كلها مجالات الحديث والتعاون والبحث بين الزعيمين هذا بالإضافة بالطبع سيد حسين إلى تاريخية العلاقات وأهميتها على كل الأحوال شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية والباحث في العلاقات المصرية الأسيوية شكرا جزيلا لك على هذا العرض عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الأفريقية الأمريكية لحضور فعليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما ناقش المؤتمر جهود مجابهة تهديدات المنظمات والجماعات التي تسعى لتقويد الأمن والحكم في قارة إفريقيا من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تطوير مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الأفريقية مشيرا إلى توافق الرؤى حول استراتيجية المشتركة لتحقيق مصالح دول القارة وعلى هامش المؤتمر التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول ستيفن تاون سيند قائد القيادة الأفريقية الأمريكية حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والإفريقية في إطار مبادرات كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت وزارة الداخلية توزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأولى بالرعاية وكذا تنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية الإيتام وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي تحرص من خلاله على تخفيف الأعباء عن المجتمع ومساندة ودعم كافة الفئات من هذا المنطلق تستكمل الوزارة توجيه قوافل المساعدات العينية والإنسانية هذه المرة استهدفت المساعدات المرضى بعدد من المستشفيات تم توزيع هدايا عينية عليهم مع التأكيد على دعمهم ومساندتهم وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية ما يساعدهم على تحمل آلام المرض مصر الكبيرة في كل ود وكل عاصل والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية انطلقت وزارة الداخلية بقوافلها إلى المناطق الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها تم توزيع أغطية ومساعدات عينية على الأهالي بتلك المناطق وهي ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الوزارة على دعم قاطنيها وتخفيف الأعباء عنهم بل هي مستمرة في ذلك حيث تتوجه قوافل المساعدات إليهم بصفة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة حفاظا على سلامة الجميع بشكر ساعة الرئيس إن هو فاكر أهالي النهضة أهالي المحروصة في الشيطة أو السيف بيبعط لهم بطاطين كاراتين بصراحة فاكرهم من ساعة ما جوم المكان هنا وهو فاكرهم بكل خير حتى في دخول المدارس برضو ما نسيناش وجاب لنا شونة مليانة قراريس وكشاكيل وإلمة وإحنا بنشكره على مبادرته بنقوله ألف شكري يا رئيس ربنا خلينا نسيتي عملنا حاجات كتير قوي وعمل كل حاجة حلوة كباري وعمل كل عاجة والبطاطين وربنا خلوان يا رب أنا بشكرك يا سعادة الرئيس على كل حاجة عملتها في مصر المساة ما حضرتك من سكة الرئيس شكر يا رئيس قطر ألف خيرك على اللي بتعمله معنا ربنا الستورة معاك يا ابن وخليك للبلد أنا اللي دايماً ببقى واقف لي كسد ما بسبش فرصة لأي حد يمس حبة من طرابك فئة أخرى استهدفتها وزارة الداخلية بمساعدتها وهي قاتل دور رعاية الأيتام حيث وجهت الوزارة قوافل مساعدات إليهم وتم توزيع هدايا عينية على قاتل تلك الدور وهو ما قابلوه بفرحة وترحاب كبير نظراً لاهتمام وزارة الداخلية بهم وتلبية متطلباتهم النهاردة وزارة الداخلية شرفتنا في الدور داخل الجمعية وزعت الهدايا على الأولاد وهي على طول معانا في جميع مناسبتنا ومش بتنسانا في كل المناسبات عبدالله بركات التلفزيون المصري في إطار الاستعدادات لقمة الاتحاد الإفريقية المقرر نعقادها غداً وبعد غداً شاركت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعة الإفريقية السفيرة سوها جندي عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع اللجنة الوزرية لمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 واستعرضت السفيرة سوها الجندي خلال الاجتماع الجهود المصرية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 مؤكدة حرص مصر على تضمين محاور الأجندة في رؤيتها الوطنية للتنمية 2030 وقد استعرضت السفيرة سوها جندي أيضاً خلال الاجتماع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف 2063 بما يعزز من مكانة القارة الإفريقية ويحقق الرقاء لشعوبها مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيساً للقمسة قدمت رؤية متكاملة لتعزيز تنفيذ محاور أجندة 2063 وقع رئيس روسيا والصين فلادمير بوتين وشي جينج بانج على إعلان مشترك بين دولتهم بخصوص دخول العلاقات الدولية لعهد جديد جاء ذلك خلال زيارة بوتين للعاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وبموجب هذه الوثيقة تعهدت روسيا والصين بالتصدي لتدخل أي قوى خارجية في شؤون دول ذات سيادة تحت أي دريعة محضرين من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية تشكل خطراً على الدولتين وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليزة تروس بيان البنتاجون بشأن استعدادات روسيا لنشر مقطع فيديو مزيف بهدف إثارة الغضب ضد الحكومة في كييف وخلق ذريعة مسبقة لغزو أوكرانيا بأنه صادم وكتبت في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن المخابرات الأمريكية لديها دليل واضح وصادم على العضوان روسيا غير المبرر ونشاطها الخفي لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وأكدت أن بريطانيا وحلفائها سيواصلون فتح الحيلة والدعاية الروسية يلتقي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين القادم في موسكو هذا وقد أوضح قصر الإلزاء أن ماكرون سيلتقي أيضا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلناسكي يوم الثلاثاء القادم في كييف في مسعى دبلوماسي جديد يبدله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية هذا وضعف ماكرون في الأيام الأخيرة من الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلناسكي ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن سعيا للتوسط لحل والوصول في هذه الأزمة يقوم المستشار الألماني أولف شولتس بزيارة إلى روسيا في الخامس عشر من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك حسب ما أعلن الكريملين فيما يتصاعد التوتر بين موسكو ودول الغرب بشأن أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوب إن الذعيمين بوتين وشولتس سيعقدان محادثات ثنائية جوهرية أعلنت الصحة الأسبانية إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق بداية من الأسبوع القادم وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي بعد تباطئ مستويات العدوى بإمكرون ومن المتوقع اعتماد التغيرات اعتبارا من الخميس الموافق العاشر من فبراير الجاري هذا وسيظل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة الداخلية بما في ذلك وسائل النقل العام وفي الأماكن الخارجية عندما لا يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بمسافة آمنة تبلغ متر ونصف المتر بينهما قررت كوريا الجنوبية تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالي لمدة أسبوعين إضافيين لاحتواء سلالة أميكرون المتحورة من فيروس كورونا كما قررت الحكومة الكورية إعطاء أقراس علاج لكوفيد-19 لمن هم فوق سن الخمسين اعتبارا من يوم الاثنين القادم بدلا من الستين عاما الحالية وذلك من أجل الحد من ارتفاع الحالات الخطيرة كما حذرت السلطات الصحية من احتبال زيادة حدة في الإصابات اليومية متأثرة بعطلة عيد رأس العام أو رأس السنة القمرية الجديدة والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي خسر رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون أربعة من مساعدي في أعقاب فضيحة الحفلات التي أقيمت خلال مرحلة الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا في مقر الحكومة وفي بيان أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون وفق على استقالة مارتن رانالداز السكرتير الأول رئيس الوزراء الذي أرسل بريداً إلكترونياً إلى مئة شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو من عام 2020 ومسؤول مكتبه دان روزفيلد بعد عام على تسلمه هذا المنصب كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته استقالتي مونيرة ميرازا مسؤولة السياسات ورئيس الاتصالات جاك دوريال أعلنت شركة جنوب أفريقيا للتكنولوجيا الحيوية أنها توصلت إلى أول لقاح بتقنية ERN مضاد الفيروس كورونا وذلك بالاستناد إلى لقاح شركة موديرنا على أن يكون جاهز التجارب السريرية في شهر نوفمبر القادم هذا وتدير الشركة الجنوب الأفريقية ومقرها في كيب تاون هذا المشروع الذي يلقى دعما منظمة الصحة العالمية وألية كوفاكس للقاحات تخطط اليابان للتوصية بارتداء الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر كما مات في دور الحضانة وذلك لحماية الأطفال والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا وقال وزير الصحة اليابانية أنه مع استمرار انتشار السريع لسلالة أوميكرون في اليابان فمن الضروري الدفع بهذه التوصية الجديدة للأطفال إلى الأمام يشار إلى أن إرشادات مكافحة الفيروس الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية بشأن دور الحضانة حتى الآن لا تتطلب من الأطفال ارتداء الكمامات في مرافق الرعاية النهارية كما تسمح المسودة باستثناء ذلك إذ أنه لا يمكن لا يوجد داعي لإجبار الأطفال على ارتداء الكمامات عندما يشعرون بالتعب أو يواجهون صعوبات في ارتدائها باستمرار استونفت الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى بالي لأول مرة منذ عامين حيث فتحت اندونيسيا الجزيرة السياحية أمام المسافرين الأجانب من جميع البلدان لكن لا يزال الحجر الصحي الإلزامي ساريا على جميع الزوار هذا وقد قال مدير العلاقات العامة في مطار بالي الدولي توفان دويستيرا أن الخطوط الجوية السنغافورية ستشغل خطا مباشرا منتظما من وإلى بالي اعتبارا من السادس عشر من فبراير هذا ويجب على المسافرين الذين تم تطعمهم بالكامل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام في فندق أو على متن قارب من مصدق عليه من وزارة السياحة أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عزمها البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين خمسة وآخ عشر عاما ضد فيروس كورونا في الرابع عشر من فبراير الجاري ذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن تصل 780 ألف جرعة من لكاحات فيزر في وقت لاحق بعد إخفاق الشريك اللوجستي في تحميل الشحنة بالأمس وذلك تمهيدا لبدء حملة تطعيم الأطفال نشرة السادسة متواصلة مع حضرتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها عصفة ثلجية تقطع القهرباء عن 350 ألف منزل في تكسس وأوهايو أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الاحتفاء العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو احتفال بإنسانية الدين الإلهية ودعوته للتعارف والتفاهم بين أدباع رسالات سماوية وغير السماوية وخلال كلمته أعرب شيخ الأزهر عن أمله في تقديم خلول ناجحة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته فإن احتفاء العالم اليوم بهذه المناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد بحثا عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل وأملا في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته وبخاصة أزمات الأيتام والفقراء والأرامل والبؤساء والمهجرين والمنكوبين من جهته أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن الأخوة الإنسانية إحدى القيم الأساسية والعالمية والتي ينبغي أن تستند إليها العلاقات بين الشعوب وخلال كلمتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية أضاف البابا فرانسيس أن جميع الشعوب تعيش تحت قبة السماء الواحدة موضحا أن طريق الأخوة طريق طويل وصعب لكنه قارب النجاح للإنسانية جمعا تواصل السلطات المغربية عملية إنقاذ الطفل ريانا الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي وبالتوازي تواصل خلية أزمة مغربية تعمل على مدار الساعة متابعة حالة الطفلة مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة ترجمة نانسي قنقر قررت الحكومة اليابانية تقديم مليوني و 440 ألف دولار إضافات إضافية كمساعدات إنسانية طريقة لتونجا والتي تتعافى من موجات سونامي وتساقط لرماد في إعقاب ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر خلال يناير الماضي في مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية الياباني يوشماسا هاياشي إن المنحة ستقدم من خلال وكالات الأمم المتحدة وستستخدم في مجالات كالصرف الصحي والصحة والغداء والاتصالات مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصل سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تقل مساعدات إنسانية إلى تونجا خلال الأيام القادمة ذكر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة أن العاصفة الشتوية الكبرى التي قطعت القهرباء عن حوال 350 ألف منزل والشركة من تكسس إلى وادي أوهايو من المقرر أن تغادر بنسلفانيا ونيو إنجلند وهما تواجهان تقصا متجمدا وتختنقان بالثلوجة وقال عالم الأرصاد الجوية لخدمة التقص الوطنية في قوليج بارك بولاية ميرلاند ريك أوتو قال إنه من المتوقع أن يتراكم ما يعادل قدما من الجليد في شمال نيويورك وشمال نيو إنجلند مشيرا إلى أنه يمكن أن يهدد بأحداث فوضى في الصفر والخدمات الكهربائية في الشمال الشرقية قبل أن تتاجه العاصفة إلى البحر في وقت متأخر من الجمعة والسبت تتعرض محمية بيئية مهمة في أرخبيل تيارا بجنوب تشيل للتهديد من قبل حرائق الغابات التي دمرت أكثر من 1200 هكتار بالقرب من المنطقة يهدد الحريق الذي بدأ في 25 من يناير الماضي متنازة كاروكانك الطبيعي وهي منطقة ذات أنظمة بيئية وتنوع بيولوجي ثمين وقال أعضاء فريق هيئة الغابات الوطنية إن الحريق انتشر أسرع من المعتاد وذلك بسبب نوع معين من أشجار البلوط عثر عليه في المنطقة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي وأكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة للتواصل الفاعل مع المواطنين عبر عدة قنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفي بيان أكدت منظومة الشكاوى أنها تلقت ورصدت 87 ألف شكاوى وطلب واستغاثة وردت 55 منها بالمئة منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء في حين تم تسجيل 45 بالمئة منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إخلاء المدينة الجامعية تابع لجامعة القاهرة تمهيدا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه جرى التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شددت على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عدم زيادة تعريفة الرقوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السلار هذا ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنصيق مع مدريات الأمن والإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسن مع أي مخالفة أو محاولة لسائق السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الرقوب المقررة سابقا وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين كما طالب شعراوي المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفوري لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن لتسهيل على المواطنين في التواصل الفوري في حالة وجود أي مشكلات تواجههم في هذا الإطار أكد محافظة القاهرة خالد عبد العال انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركاب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار كما وجه محافظة القاهرة خالد عبد العال كفة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركاب أعلنت وزارة الصحة وسكان تدريب 47.598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي وذلك بالحضور المباشر والافتراضية بهدف توفير كوادر بشرية مزودة بأسليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة وأوضحت وزارة الصحة أن التدريبات المقدمة قد تنوعت لتشمل كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات وفي مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال مشيرة إلى تدريب 5129 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وكذلك تحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن نجاحها في تطعيم 93% من إجمال الأعداد المستهدف أن تطعم ضد فيروس كورونا ممن هم أكبر من 18 عاما كما نفذت مدرية الصحة بسهاج عدة قوافل تثقيفية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الأكثر احتياجا لتوعية المواطنين بكيفية تفادي الإصابة بفيروس كورونا وأهمية التطعيم محافظة سهاج الحمد لله نقدر نقول أننا حققنا الهدف من المستهدف للتطعيم ضد فيروس كورونا وصلنا لعدد 93% من المستهدف العام والمطلوب تحقيقه بمحافظة سهاج لسنة أكثر من 18 سنة لكن بنقول برضو أننا لسا مسامرين لأننا دلوقتي التارجد بتاعنا مش بس المستهدفين فوق 18 سنة لا إحنا شغالين على أكثر من تارجد هو الوصول لكل مواطن والحصول على القاعدة الدفيروس كورونا فوق 18 سنة أو أقل من 18 سنة شغالين برضو في التصقيف الصحي والتوعية وزيادة التوعية لجميع المواطنين بنعمل زي قوافل توعية للقرى والنجوع لها تأثير فعيل على الأرض قدرنا نوصل لجزء من المجتمع كان فيه صعوبة للوصول إليه تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم مشروعها الحديث سقوق الإطعام على أسر الأولى بالرعاية من المحافظات فتسعى اليوم لتوزيع ثلاثة أطنان من اللحوم في محافظة الدقاهلية وخلال افتتاحه مسجد النصر بالدقاهلية شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أن الوزارة تستهدف توزيع مائة طن لحوم على مائة ألف أسرى في القاهرة والمحافظات كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك اليوم يتم افتتاح سبعة مساجد هم جدا ليصل إجمال ما تم افتتاحه في محافظة الدقاهلية وحدها سمانية وتسعين مسجدا اليوم أيضا بالتزامن مع العيد القومي الدقالية بأول دفع التوزيع خارج القاهرة الكبعة في سقوك الإطعام سقوك الإطعام بتستهدف الأسر الأولى بالرعاية وبدل أن كنا نتوجه إلى هذه الأسر مرة واحدة في العام بمناسبة السقوك الأضاحي بعيد الأضحى أتبنا مع السيد المحافظ والأجهزة المعنية ووكيل ووزارة التضامن بالدقالية قوائم سابتة حقيقية منقاة من الأسر الأولى بالرعاية ليصل إليها سق الإطعام شهريا تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتي الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية للمزيد ينضم لينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني بالفعل نحو ساعتين تفصلنا عن نهاية فعاليات اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة شهد إقبالا كبيرا جدا من قبل المواطنين وما زال الأعداد تتوافد حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم نحن نتحدث عن مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية تحدثت مع مواطنين من الإسكندرية من ففر الشيخ من الزقازيك أو الشرقية والذين أعربوا عن إعجابهم وامتنانهم الشديد بالتنظيم الكبير لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتي الثالثة والخمسين وهذا يدل أيضا على تكسيد للوعي الثقافي والفكري الذي سائد بين المواطنين والإقبال الكبير الذين يرغبون في اقتناء الكتب والاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار أيام نحن نتحدث عن أيام قليلة تفصيلنا عن نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث أعلنت اللجنة المنظمة والقائمة على معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يوم الاثنين القادم الموافق السابع من فبراير هو آخر أيام لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والإعداد أيضا تزايدت هذا بسبب انتهاء امتحانات نصف العام وبداية إجازة نصف العام حيث كان الكثير من الطلاب أيضا حريصون على إنهاء الامتحانات امتحانات نصف العام والقدوم إلى معرض الكتاب لاقتناء الكتب وقراءتها خلال إجازة نصف العام بالتوازي مع الكتب والخصومات الكبيرة هناك أيضا ندوات فقافية وفنية تقام بشكل يومي على مدار فعاليات المعرض نحن نتحدث اليوم التاسع كان هناك العديد من الفعاليات الثقافية هناك فعاليات ثقافية تقام في نحو عشر قاعات بشكل يومي منذ بداية المعرض وحتى نهاية المعرض نحن نتحدث اليوم كان هناك في القاعة الرئيسية ندوة بعنوان مساندة إيحيى حقي لشباب الكتاب وإيحيى حقي هو شخصية المعرض لهذا العام هذا بالإضافة إلى ندوة أخرى كانت بعنوان الرياضة والهوية وتناولت ضرورة نبز التعصب وأن يكون لدى الجماهير هوية في الثقافة الرياضية هذا فضلا عن ندوات أخرى كان هناك أيضا ندوة في قاعة ديف الشرف والتي كانت بعنوان الهوية وبناء الوعي والجمهورية الجديدة فضلا عن ندوات أخرى في قاعات أدبية منها أمسيات شعرية وأدبية وأيضا الندوة الخاصة بصالة رقم خمسة المخصص للأطفال هناك أيضا رقم مخصص للحكي للأطفال ورقم حكايات يقدمه أيضا مجموعة من الكتاب مجموعة من الحكايات التي تقدم لأطفالنا الصغار بشكل عام فعليات المعرض تسير بانتظام كبير وامتنان من قبل المواطنين والذين أيضا كانوا حرسين اليوم رغم طول الأمطار وبرودة الطقس وتغيرات في الطقس اليوم ولكن كان الإقبال يفوق المتوقع بشكل كبير ومرة أخرى اليوم الاثنين القادم هو نهاية معرض فعاليات معرض القرى دولي الكتاب الموافق السابع من فبراير عليكم زملائي فلسطين شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني على هذا العد شكرا جزيلا لك انطلق سباق الهجن بمضمار سيد عبد الرحمن بمدينة العالمين التابعة لمحافظة مطروح بمشاركة ما يقرب من 700 هجين ويستمر حتى غد السبت وسباق الهجن هو عبارة عن 30 شوطا بين 700 هجين حيث تم الانتهاء أمس من أشواط الحليب لنوق الأكثر حليبا وتم التوزيع الجواز اشتركوا في القناة اللي بيحصل في مدينة العالمين هو انتغال كبير في رياضة الهجن نحو العالمية زي ما انتو شوفين الميدان مجهز بأحد استعداد جهيزات في حضور كثير من أبناء المحافظات 11 محافظة و 26 قبيلة من مقابلات كبيرة في مصر المحتمبرات الهجن هذا السباق الثاني أو المهرقان الثاني اللي على أرض العالمين احنا أقمنا مضمارين في محافظة مطلوح واحد اللي هو هنا في عبد الرحمن تابع للعالمين والآخر في بقبق تابع لي مركزه مدينة السلوم المهرقان السنة دي 30 شوط وقويز وقيمة انتهينا مبارح من أشواط الحليب كانوا على مدار أربع أشواط كل يوم شوطين صباحي ومساي وحققت أعلى واحدة حوالي 18 كيلو ونص من اللبن على مدار الأربع أشواط عندنا سباق الهجن يبدأ هذا اليوم بسباق فئة الحجايج عشر أشواط مجموعة الأشواط كلها 30 شواط سباق هذا اليوم مسابقة المحالة اللي هي للإبل اللي غزيرة باللبن وكانت المشاركة جيدة وحضوا على جوائز غيمة من المركز الأول إلى المركز العاشر شدد محافظة الأسكندرية محمد الشريف على كافة الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء على أهمية وسرعة مواجهة تغيرات التقص والتقلبات الجوية المستمرة وهطول الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المحافظة كما أكد المحافظة الأسكندرية على سرعة تطهير وتنظيف كافة الشنايش وغرف التفتيش للصرف الصحي أولا بأول وذلك لسرعة تصريف مياه الأمطار وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة مع استمرار عمل غرف طوارئ بالأسكندرية والخط الساخن مية خمسة وسبعين طوال اليوم وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين بالأماكن السفرية والمنحدرة والمغمورة بمياه الأمطار والعمل كذلك على سرعة تصريفها رحل الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز السبعة والثمانين عاما بعد تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات ترجمة نانسي قنقر والآن مع أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أخبار المال والأعمال يستعرضها لنا رجائي رمزي مساء الخير رجائي سانور مصطفى أهلا بك أهلا بك مرفت مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفات الاقتصادية قررت لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية توصيط بتعديل الأسعار الحالية السائد في السوق المحلي ذلك للربع الأول من العام الجاري وأوسط اللجنة بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث اعتبار من الساعة التاسعة صباح اليوم لتصبح سبعة جنيهات وخمسة وعشرين قرشاً للبنزين ثمانين وثمانية جنيهات وخمسين قرشاً للتر بنزين اثنين وتسعين وتسعة جنيهات وخمسين قرشاً للتر بنزين خمسة وتسعين بالإضافة إلى تثبيت سعر السولار عند ستة جنيهات خمسة وسبعين قرشاً للتر يأتي القرار نتيجة لتخطي سعر البترول عالمياً حاجزت تسعين دولار للبرميل هذا ويراعي القرار البعدة الاجتماعية ومعدلات ارتفاع التضخم محلياً وعالمياً حيث كانت الزيادات في الأسعار طفيفة لم يتم تحريك أسعار السولار لضمان عدم حدوث قفزة في مستوى الأسعار استعرض وزيراء البترول طارق الملة والكهرباء محمد شاكر التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتقددة في ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمي المتزايد لاستخدام طاقة نظيفة وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتقددة كطاقة الشمس والرياح في مزيق الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تم وضعها حتى العام 2035 التي تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية أكد وزير الزراعة سيد القصير على أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى جاء ذلك أخذ الحضوره لتوقيع عقد مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفعو يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة وأكد وزير الزراعة أن المشروع الأولى يهدف إلى زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي فيما يأتي المشروع الثاني بهدف تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان في قرى الريف بالبحيرة والمينيا ونتحول بكم مشاهدين الأسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكية 15 جنيه 66 قرشاً للشراء مقابل 15 جنيه 76 قرشاً للبيع فيما يسجل اليورو 17 جنيه 68 قرشاً للشراء مقابل 17 جنيه 79 قرشاً للبيع في حين وصل الجنيه السيروليني إلى 21 جنيه 31 قرشاً للشراء مقابل 21 جنيه 45 قرشاً للبيع فيما لا وصلها بي العملات الغربية الدرهم الإماراتي يسجل 4 جنيه 26 قرشاً للشراء مقابل 4 جنيه 29 قرشاً للبيع فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيه 27 قرشاً للشراء مقابل 4 جنيه 20 قرشاً للبيع أكد المفاوض العام للمشاركة المصرية بأكسبو دبي 2020 أشرف حمدي أكدنا الجناح المصري بأكسبو شهد عدد من الزيارات الرسمية لشخصيات رفعة المستوى خلال الأسبوعين الأخيرين حيث يصنف الجناح ضمن أكثر ثلاثة أجنحة بأكسبو جذبا للوفود الرسمية وشخصيات العامة كان من أبرز هذه الزيارات الطبيب العالمي مجدي يعقوب الذي أدى سعادته بالمحتوى المبهر الذي يعرضه الجناح المصري ليعكس صورة مصر الحقيقية للزوار في كافة أرجاء العالم مشاهدين بحضة نكون قبل وصلنا لناية هذه الوقفة الاقتصادية عودة إلى الزمناء مرة أخرى مصطفى واميربت شكراً أزمي لرجاء رمزي على هذا الاستعراض توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود المنتخب الوطني لكرة القدم للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية هذا وقد عبر الجمهور المصري عن فرحتي بفوز المنتخب على الكاميرون برقلات الترقيح 3 واحد والوصول لنهائي أمم أفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار نصف نهائي كأس أمم أفريقيا والمقام حالياً في الكاميرون بخطوات ثابتة واثقة يواصل رجال المنتخب الوطني لكرة القدم زحفهم نحو تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن مصر منذ عام 2010 الفرعينة تأهلوا للدور النهائي من البطولة القارية بعد مباراة ماراثونية حافلة أمام المنتخب الكاميروني المستضيف وحسموها لصالحهم برقلات الترقيح بثلاثة أهداف مقابل هدف جاء فوز المنتخب المصري بعد مباراة ماراثونية امتدت لمائة وعشرين دقيقة على ملعب أوليمبي في العاصمة ياويندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى رقلات الترقيح التي ابتسمت في النهاية للاعيب المنتخب المصري محمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني كان كلمة السر في التتويج خلال تصدياته الرائعة في المباراة هما تألوقه في رقلات الترقيح وتصديه لرقلتين قادة مصر للفوز على أصحاب الأرض والجمهور ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره السنغالي الأحد المقبل في نهائي البطولة القارية وصراحة الروح جدا من المنتخب وبتعامل العيب وخصوة من الشنو وابو جبل الروح جميلة جدا والأداة كان كويس جدا وده من فريق كويس زي كاميرون أنا شايف أن المنتخب أقدم بطولة كويسة الفترة اللي فاتت كان الناس ألقانا من كروش ومن الأداة بتاع المنتخب بس هو قدر يسبت منهم دارب كويس وإن شاء الله نقدر نعدي موش السنغال ونعدي موشين بتوعية تصوير كاس العالم إن شاء الله يعني الموشي مباراة كان حلو جدا يعني كتر روح الرائعة عليها أنا أتمنى طبعا في موشي السنغال تبقى نفسي روح الرائعة برح مقصدنا نص النهاية كتفرحة طبعا ما توصفش يعني بإذننا نفسينا بقى ناخد النهاية نفسي دايما يكون رايتنا مرفوعة إن شاء الله لسابع سماء وربنا ينصرنا كل حاجة الله ما أمين يا رب في كل المجالات وربنا يبرك له في حمل صلاح ومنتخب المصر كله والله كان إحساس حلو والحمد لله الحاكم جاء علينا شوية بس الحمد لله قدرنا نكسب وقدرنا نعدي الكاميرون فريق صعب وفريق كويس بس الحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله المطش كان حلو جدا وبسرعة فرحنا إن شاء الله بإذن الله نكسب يوم الحد وإن شاء الله ناخد البطورة بإذن الله بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السابسة لم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوان الرئيس سيسي يشارك في حفل فتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين روسيا وصين توقعان إعلانا مشتركا في قمة بين بوتين وبينج ببكين إسبانيا تنهي إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة بداية الأسبوع المقبل نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصرية شكرا لحضراتكم ودمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة